سلام عليكم اهلا بكم في فيديو جديد ازا كون شوفوا باخباركم ايه يا رب تكونوا كلكم كويسين وبخير يا رب الفيديو ده هكلمكم في عن شاشتين جداد من الشاشات سوني من موديلات السنة دي الفين اتنين وعشرين بدقة الفور كي والشاشتين دول هما السوني الاكس خمسة وتسعين كيب تكنولوجي الميني او الميني لد والشاشة التانية وهيا السوني الاكس تسعين كيب تكنولوجي التقلي داية. طبعا اقول لكم على الاختلافات اللي بينهم واي شاشة فيهم هتكون افضلك او اي شاشة فيهم هتكون مناسبة ليك اكتر. بس يا ريت لو اول مرة تشوفني او اول مرة تتبع قناة فما تنساش تدوس لايك للفيديو وتشترك في البناء لو لسه مشتركتش علشان يوصل لك كل جديد من محطاق القناة وما تفتكش اي فيديوهات جديدة. وهبتدي الاختلافات ما بين الشاشتين بالمقاسات المتوفرة من كل شاشة والموديل بتاع سوني الاكس خمسة وتسعين ك متوفر بمقاسات الخمسة وستين والخمسة وسبعين والخمسة وتمانين بوصة وسعر مقاس الخمسة وستين بوصة على موقع سوني هو الفين دولار وعلى موقع امازون السعودية سعره اتنشر الف ريال سعودي اما مقاسة الخمسة وسبعين بوصة فسعره على موقع سوني تلت تلاف دولار امريكي وعلى موقع امازون السعودية سعره ستاشر الف ريال سعودي. والموديل التاني الاكس تسعين ك فمتوفر بمقاسات الخمسة وخمسين والخمسة وستين والخمسة وسبعين والخمسة وتمانين بوصة. وسعر مقاس الخمسة وستين بوصة على موقع سوني الف دولار امريكي وعلى موقع امازون السعودية سعره ستة لاف ريال سعودي اما مقاس الخمسة وسبعين بوصة فسعره الف وخمسمية دولار امريكي وعلى موقع امازون السعودية سعره سبعة تلاف وستمية ريال سعودي. يعني الاختلاف هتلاحزوا ما بين الموديلين هيكون في التصميم الخارجي اللي بيكون شكله مودرن واشيك في موديل الاكس خمسة وتسعين كي لانك هتلاقي ان موديل الاكس خمسة وتسعين كي بتاعته او الحواف بتاعته بتكون مصنعة من المعدن وبتيجي باللون الفضي على عكس موديل الاكس تسعين كي اللي الحواف بتاعته بتكون مصنعة من البلاستيك وبتيجي باللون الاسوى. كمان هتلاقي في بعض الاختلافات شكل الستاند وبين الشاشتين يعني موديل الاكس خمسة وتسعين كي هتلاقي الستاند بتاعه بيجي بنفس لون بتاع الفريم الخارجي للشاشة اما موديل الاكس تسعين كي فالستاند بتاعه بيجي باللون الفضي الغامق على عكس اللون بتاع الفريم الشاشة اللي بيجي باللون اللاسو. بالاضافة لكده كمان هتلاقي ان موديل الاكس خمسة وتسعين كي الستاند بتاعه تقدر تزبطه في تلات اوضاع مختلفة الوضع الاولاني اللي بيخلي الشاشة ملاصقة تماما للترابيزة اللي محطوطة عليها والوضع التاني اللي بتدر انك تعلي فيه الشاشة شوية عشان لو عندك فتقدر تحطه قدام الشاشة من غير ميداري عليها والوضع التالت اللي بتدر انك تقرب فيه الرجول من بعد شوية عشان لو الترابيزة بتاعتك حجمها كان اصغر شوية من عرض الشاشة فتقدر انك تحط الشاشة بسهولة بدون ما تغير الترابيزة بالاخص مع المقاسات كبيرة زي الخمسة وستين والخمسة وسبعين بوصة. اما موديل تسعين كي فابتدر انك تزبط بتاعه في وضعين بس مش تلات اوضاع الوضع الاولاني اللي بيخلي الشاشة ملاصقة للترابيزة المحطوطة عليها. والوضع التاني بتاعه عشان لو عايز تحط قدام الشاشة لكن مفيش الوضع التالت اللي بتدر انك تقرب فيه الرجول من بعد. كمان هتلاقي مجموع من الاختلافات ما بين الشاشتين في الشكل بتاع ضهر الشاشة نفسه لانك هتلاقي ان موديل الاكس خمسة وتسعين كي الظهر بتاعها بيجي بالتصميم اللي كله مربعات صغيرة. وبيتكون مداخل ومخارج الواصلات فيه متقسمة بين الجنب وما بين تحت. وبيكون فيه غطى مخصص لانه هو يركب على المكان بتاع مداخل ومخارج الواصلات والمكان بتاع الشاشة. عشان يخليه شكل الشاشة من وراء متناسق ويبقى كله متقسم مربعاته وميبقاش باين اي مكان لمداخل ومخارج الواصلات والتالي يديلها شكل عشي. اما موديل الاكس تسعين كي فهتلاقي ان مداخل ومخارج الواصلات فيه بتكون كلها جانبية وما بيكونش في الغطى اللي بيركب على مداخل ومخارج الواصلات ده وبالتالي هيبقى شكل المداخل باين اكتر لو الشاشة عندك كان ضهرها باين في المكان. فزي ما شفت دلوقتي ان موديل الاكس خمسة وتسعين كي لتصميم الخارجي بتاعه بشكل عام افضل وقشك من موديل الاكس تسعين كي. ولكن الفكرة ان دي نقطة ممكن ما تكونش اتهم كتير من الناس على اعتبار ان في حاجات اهم من كده في الشاشة زي مداخل ومخارج الواصلات وجودة الصورة وجودة الصوت اللي هتكلم عنهم دلوقتي. بالنسبة لمداخل ومخارج الواصلات فهتلاقي ان الشاشتين زي بعض بالزبط في عدد مداخل ومخارج الواصلات اللي اختلاف بس الوحيد اللي ما بينهم ان موديل الاكس خمسة وتسعين كي بتكون الواصلات فيه الخاصية اللي هتكلم عنها في اخر الفيديو ده غير اربع مداخل منهم مدخلين بس اصدار هما المدخل التالت والرابع والمدخل التالت بيدعم خاصية ده غير مدخل كابل اللان ومدخل التلفزيون بالاضافة لدعم في الحياة انا بستغرب ازاي الشاشات سوني على الرغم ان هي الشاشات غالية مازالت بتيجي ببلوتوث اصدار على الرغم ان في شاشات يعني تعتبر سعرها ارخص منها بكتير وبتيجي ببلوتوث اصدار فايف بوينت واي فاي سيكس فاتمنى ان سوني يعني اتطور في الموضوع ده في الشاشات اللي جاية بعد كده. اما بالنسبة لجودة الصورة فطبعا هيكون في مجموعة من الاختلافات المهمة ما بين الشاشتين لان زي ما قلت في بداية الفيديو ان الموديل الاكس خمسة وتسعين كي بتكنولوجي المني ال اي دي. على عكس موديل الاكس تسعين كي اللي بيجي بتكنولوجي ال ال اي دي. طبعا كنت اتكلمت الفيديو قبل كده بشكل مفصل اكتر عن الفرق ما بين وال 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 اختلافات اللي ما بينهم. فتقدر تتفرج على الفيديو ده لو ما اتعرفش الفرق بينهم هساب لك الرواب بتاع الفيديو ده في اول تعليق وبعد علامة اللي فوق. ولكن طبعا لو انت شكلت الشاشتين جنب بعض ال ايكس تسعين كي وال ايكس خمسة وتسعين كي على نفس المحتوى هتبتدي تلاحز ان موديل الاكس خمسة وتسعين بتكنولوجي هتلاقي دايما النقاط الاضاب بتاعته اعلى من فما شاهد كتير هتلاقي دايما بتاعها اعلى لان بيقدر يوصل لحد الفين على عكس inflammatory النجاود نسيم او االف نتس او او التباين في أحسن من و لكن يبدو ان السبب ده بيكون عليه اللي بتحسن من زوايا الرؤية لان طبعا الشاشتين دول فالشاشتين بيستقرموا نفس البانل ولكن موديل ال اكس خمسة وتسعين كي بيكون عليه اللي بتحسن من زوايا الرؤية فبتكون زوايا الرؤية فيه افضل من موديل ال اكس تسعين كي بالاضافة لطبيعة برضو اللي موجودة في موديل ال اكس خمسة وتسعين كي اللي بتخلي الشاشة ال اكس خمسة وتسعين كي احسن في معالجة ال الانعكسات الخارجية اللي جاية على الشاشة من مصادر النور الخارجية اكتر من وزي ما تشايف دلوقتي قدامك هتلاقي ان موديل بيتعامل احسن مع مصدر النور اللي جاي على الشاشة بشكل مباشر احسن من ولكن في نفس الوقت هتلاقي ان موديل بيعمل زي كده او الوان القسقزح دي واللي ممكن تكون يعني بعض الناس بتدائق منها شوية وممكن تكون ما بتفرقش مع الناس كتير فالموضوع هيكون راجع لتفضيلك في الاخر هل انت حابب ده اكتر ولا حابب ده اكتر. الموضوع هيكون راجع لتبديل. ولكن غير كده فالشاشتين زي بعض تماما بيجوا بنفس المعالج. وبيدعمو. وزي ما انت شايف دلوقتي ان الشاشتين تعتبر جودة صورتهم ممتازة جدا ولكن هتلاقي دايما ان موديل خمسة وتسعين كي هتحس ان الصورة في يعني الاضافية اقوى شوية ومبهرة اكتر. وبالتالي ده هيخلي مشاهدة المحتوى ممتعة اكتر على الشاشة خمسة وتسعين كي اكتر من الشاشة تسعين كي. طبعا الشاشتين بيدعمو خاصية ولكن هتلاقي ان موديل تسعين كي علشان بتكنولوجيا اللد التقليدية فبيكون عدد فيها اقل يعني هتلاقي ان مقاس ال خمسة وستين بوصة بيكون في حوالي ستين اما موديل خمسة وتسعين كي مقاس ال خمسة وستين بوصة فبيكون في حوالي تلتمين فبالتالي موديل خمسة وتسعين كي بيكون عنده قدرة اكتر على انه يتحكم في الاضافة بتاعة الشاشة وبالتالي بيقلل من او الوهج اللي بيكون حوالين الاماكن البيضاء او الاماكن المنورة قوي على خلفيات غمقة زي الترجمة مسلا ولكن ده ما بيقللش خالص يعني مش بيقضي على النظرية بتاعت خالص يمكن تلاقي ان الشت سوني فيها اكتر مسلا من شاشة زي ولكن يعني سوني عندها كده في الالجوريثم اللي بتستخدمه في التحكم بتاع ان هي بتهتم بالتفاصيل بتاعت الصورة واكتر من النظرية بتاعت لانك هتلاقي مسلا في الشت فيها اقل ولكن في نفس الوقت يعني بتعمل يعني هتلاقي دايما ان التفاصيل اللي بتكون في الاماكن المظلمة بتكون مش واضحة قوي زي ما بتشوفها واضحة في الشاشات السوني فيعني انا شايف ان الشاشات السوني هتكون افضل في النقطة دي حتى لو كان فيها اكتر شوية من الشاشة زي وعلى مستوى او نظام التشغيل فالشاشتين زي بعض بالزبط بيجوا بنفس نظام تشغيل جوجل ونظام تشغيل ما هو الا نظام ولكن بواجهة مستخدم او بتاعت جوجل اللي بيكون شكلها منظم اكتر واسهل في الاستخدام من واجهة مستخدم الاندرويد تي في التقليدية والشاشتين بيجوا بمساحة تخزين داخلية ستاشر جيجا بايت وبيدعموه طبعا الكروم كاست بالاضافة للفري كنترول ودي برضو من المهيزات الحلوة لانك بتقدر تستخدم مع الشاشتين دول الاوامر الصوتية بدون استخدام يعني تقدر تستخدم او بدون استخدام بس انك بتقول الاوامر الصوتية بتاعتك في الشاشة بتسمع الاوامر الصوتية وبتنفذها كمان من مهيزات الشاشتين دول ان هم بيدعمو والبريفيا كام دي كاميرا جديدة اول مرة سوني تنزلها السنة دي هيا الكاميرا مش بيجي مع الشاشة ولكن انت بتشتريها بشكل منفصل ولكن الشاشتين بيدعمو خاصية والبريفيا كام دي ووظفتها انك تقدر تستخدمها في عمل مكالمات الفيديو كول عن طريق تطبيق زي جوجل ديو او غيرها من التطبيقات اللي بتستخدم الكاميرا في الفيديو كول وغير كده كمان فبتستخدم الكاميرا دي في خاصية برو خاصية بتقدر الكاميرا ان هي يعني تعرف كل حاجة عنك يعني تعرف المكان بتاعك انت قعد فين بالزبط فبتدي تزبط الاعداد تاعت الصورة على حسب المكان بتاعك اللي انت قعد فيه لو انت مسلا قعد قريب من الشاشة فتبتدي انها تقلل النور بتاع الشاشة او لو انت قعد بعيد عنها فتبتدي انها تزود النور بتاع الشاشة. لو عندك اطفال مسلا في البيت وفيه طفل قدام الشاشة او قرب منها قوي فبتتدي الشاشة تدي له بشكل تلقائي انزار او فتعرفه ان هو لازم يرجع يبعد عن الشاشة شوية. ده غير مجموعة من اللسه في انتظار زي بتدر عن طرير انك تستخدم ايدك في انك تدي اوامر للشاشة. زي مسلا انك تعلي الصوت او توطي الصوت او تقلب قنوات او تزبط حاجة في الاعداد تاعت الشاشة فكل دي لسه في انتظار. ولو بتفكر تلعب على الشاشتين دول سواء مع فالشاشتين بيدعموا نفس الموائزات بالزبط ان فيش اختلافات ما بينهم. فزي ما قلتلك من شوية الشاشتين فيهم مدخلين اصدار بيدعم دفقة كمان الشاشتين بيدعموا خاصية اللي هي تعتبر يعني مشابهة لخاصية مسلا زي او غير كده كمان الشاشتين فيهم خاصية اللي بتدار عن طريقة ان تزبط يعني الاعداد بتاعت الصورة بشكل تلقائي على حسب نوع الجيم اللي انت بتلعبه. والشاشتين بيدعموا او مع ولكن لا يدعموا وغير كده كمان فالشاشتين دول لعب عليهم هيكون بدقة ستين فريم بس لان الشاشت دي لتدعم لعب فلو انت الشخص اللي بيدعر على الشاشة فيها اكتر من مدخلين دي ما هو يصدار بالاضافة اللعب مع دعم الجي سينك. فانصحك انك تجيب شاشة من الشات ال جي لان الشاشتين دور مش هيكونوا مناسبين لك. اما لو انت والحاجات دي مش تفرق معاك فانا شايف ان الشاشات السونية هتكون الشات من الشاشات الكويسة جدا لتقدر انك تعتمد عليها في مشاهدة الافلام والبرامج او لعب الجيمز مع معها. اما بالنسبة لجاود الصوت فالتفاق هنا هيكون الموديل ال اكس خمسة وتسعين كي اللي بيجي بنزام صوت بقوة ستين واط متقسم لست سماعات كل سماعة بقوة عشرة واط منهم سماعتين وصماعتين وصماعتين تويتر اللي بيكونوا موجودين في الشاشة من فوق على عكس موديل ال اكس تسعين كي اللي بيجي بنزام صوتي بقوة تلاتين واط متقسم لاربع سماعات سماعتين فول رينج كل سماعة بتكون بقوة عشرة واط مع اتنين تويتر كل تويتر بقوة خمسة واط ولكن الشاشتين بيدعموا لصوت ولكن الفكرة هنا انك تلاقي تجربة الصوت في الشاشة خمسة وتسعين كي هتحس ان الصوت بتاعها اعمق لان فيها اتنين سبوفر فتحس ان فيها صوت شوية احسن من موديل تسعين كي. وطبعا الشاشتين بيدعموا خاصية وخاصية بتدهر عن طريقها انك تستخدم اي من اجهزة الخاصة بسوني زي سبعة تلاف او 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 اللي بيكون فيهم خاصية اللي بتدهر عن طريقها انك تشغل السماعات بتاعة الشاشة مع في نفس الوقت بدون ما تفصل السماعات بتاعة الشاشة. علشان اخص لك الاقتنفات بسرعة وبين الشاشتين هتلاقي ان موديل خمسة وتسعين كي بيتفوق في نقطة التصميم الاحسن. بالاضافة لان او قوة الاضاء بتاعته اعلى. وزوايا الرؤية فيه افضل ومعالجته للعكسات بتاعة النور اللي جاي من المصادر النور الخارجية احسن بالاضافة لان جودة صوته افضل من موديل ولكن انا مش شايف ان يعني كل الحاجات دي تستدعي ان انا ادفع ضع في السعر في الشاشة دي عن موديل لان بصراحة يعني لو انت مسلا عشان تستفيد يعني من الحاجات اللي في الخمسة وتسعين دي لازم تبقى انت مسلا محتاج تحط الشاشة دي في مكان الاضاءة بتاعته قوية قوي او فيه مسلا شبابيك كبيرة ومعليهاش ستاير وانت مش تقدر تتحكم في النور بتاعها وهتبقى عاملا عكسات بتاعة النور على الشاشة فممكن تدقيق انت بتفرج مسلا لو انت بتفرج على الشاشة دي الصبح دايما فيا دي الحالات اللي انت ممكن تستفيد منها من خمسة وتسعين كي او انت مسلا مكان عندك الاضاءة في قوية قوي فمحتاج شاشة هيكون بتاعها عالي عشان يتغلب على الاضاءة دي لكن لو انت ما عندكش الظروف دي فانا شايف ان موديل هيكون كافي جدا وتوفر الفلوس اللي انت هتدفعها دي ممكن تشتري بيها مسلا هيكون احسن او ممكن تشتري بيها اي حاجة تانية هتكون احسن ولكن الفكرة يعني انا بصراحة مستكتر فكرة ان انا بقى مثلا بدفع ستة الاف ريال زيادة فان انا عشان استفيد بفكرة قوة الاضاءة الاعلى اوجود الصوت الاحسن بالخص ان انت ممكن يبقى عندك اصلا سوند بار فمش هتستفيد من فرق الصوت ده في حاجة فبصراحة يعني الموضوع هيكون راجع لك في الاخر او راجع لتبديلك في الاخر وراجع للميزانية بتاعتك لو الميزانية بتاعتك تسمح انك تجيب خمسة وتسعين كي فبالتأكيد ده هيكون احسن لك هتستفيد من المميزات اللي فيها لكن لو الميزانية بتاعتك محدودة شوية فانا شايف ان موديل تسعين كي هيكون كافي جدا بالنسبة لحتياجات اتمنى في النهاية ان الفيديو يكون افادك فعلا ودلوقتي اقدر اتفرج على فيديو تاني من الفيديوات اللي هتظهر قدامك وارد في النهاية ما تنساش اللايك والسبسكرايج والشير وانتقابل في فيديو جديد ان شاء الله سلام.